السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحباً في فيديو جديد طبعاً في هذا الفيديو سوف نتحدث عن آخر مستجددات بين ماتيس ديليغت وندي تشيلسي وعن الصفقة والتفاصيل هذه الصفقة هل هي اقتربت عن تاتيم أم ما زال صفقة معقدة وتتعقد من تفاصيل جديدة قبل البداية أتمنى منك لا تنسى الاشتراك والكبتش لك الجديد ونبدأ أركلا في التفاصيل أكثر يعتبر الهولندي ماتيس ديليغت أولويات تشيلسي حالياً في سوق الانتقال السيفية بعد رحيل أنتوني روديغر والمدافع الدانماركي كريس دينسين يريد تشيلسي تعزيل خطوط دفاعه عن طريق التعاقد مع مدافع كبير ومدافع يتألق في الدولة الأوروبية وطبعاً كان الاختيار على لاعب يوفينتوس وهو الهولندي ماتيس ديليغت الذي اختاره إدارة تشيلسي وكذلك المدرب طوماس ديخيل للتعاقد مع ديوسي وجاء في التفاصيل عبر الصحيفة الإنجليزية يتطلع الندي تشيلسي الإنجليزي لإبرام سافقات عندما من هولندي ماتيس ديليغت مدافع يوينتوس من استعزيز خط دفاعه بعد رحيل أنتوني روديغر عن تشيلسي هذا الصحيف فيما تأكيد تقارير عدة اقتراب رحيل كريس ديليغت أيضاً عن الفريق وبحسب صحيفة توتوس بورتر إيطالية فإن تشيلسي قدم عرض ليوفينتوس يتضمن حصل على خدمات ديليغ مقابل مبلغ مالي بالإضافة إلى لاعب صفوف البلوس وأضافت أن تشيلسي حدد إما الأمريكي كريستين سينبوليزيت أو الألماني تيموفيرنا لإقناع مسؤول يوفينتوس بالتخلي عن خدمات مدافعهم من ناحية أخرى لفت الصحيفة إلا أن يوفينتوس يريد حصل على حوالي 180 مليون يورو من وراء رحيل ديليغت لسيما أن عقد اللاعب يتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 120 مليون يورو اعتباراً من هذا الصيف ويشير أن يوفينتوس حصل على ديليغت في عام 2019 قادماً من أكس أمستردام في صفقة بلغة قيمتها 75 مليون يورو ليصبح أغلى مدافع في سريخ الكرة الإيطالية طبعاً يوفينتوس واضح يريد إبرام الصفقة بمبلغ أو بقيمة كبيرة وكذلك بالإضافة إلى اللاعب لكن تيسي لديه رأي آخر وهو أن يقدم لاعب أما كريستين بوليزيت أو تيموفيرنير وقيمة من المال قدرها 45 مليون يورو وهناك حادث الآن بين إدارة نادي يوفينتوس وإدارة تيسي حول هذه الصفقة المعقدة أظنها أنها سوف تتعاقد في الأسبوع المقبلة لأن يوفينتوس يرغب في المال واتيسي يرغب في الحصول على اللاعب بإضافة إلى تغييره مع لاعب آخر طبعاً هذه التفاصيل تبقى بين الإدارة والمفاوضات مزالت مستمرة ونتمنى أن نشاهد ديريغت في تيسي لأنه لاعب صاحب إمكانية عالية هذا وكل تعملينينا تنسى الاشتراك والكفرات الكتابية وإلى اللقاء